بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اخواننا المحتوى اللي موجود معنا اليوم هو كيف نتعامل مع القسم اللفظي طبعا ببساطة شديدة هناخد كده زي ما بنقول من كل بستان زهرة يعني أكيد مستحيل طبعا مش هينفع في محاضرة واحدة مهما كان طول المحاضرة حتى لو ساعة ساعة ونصف ساعتين ثلاث ساعات مش معقولة هنخلص فيها كل مهارات التأسيس بطبيعة الحال ولكن أضعف الإيمان بعدها سأكون أكون دا اللي هو الطالب أو أكون اللي هو ولي الأمر أو أكون اللي هو أي واحد مهتم بالقدرات في قسمها اللفظي سأكون قادرا على التعامل مع أي من الأسئلة دا رقم واحد رقم اتنين أنا كولي أمر هبقى هعرف لما الولد أو البنت يجوا بيحلوا طبعا ولد أو البنت مجازا وإلا فهو دكتور ودكتورة لما يجوا يحلوا أبقى فاهم الدنيا ماشي أزاي هما بيحلوا صح ولا غلط والأداء نفسه أداء مضبوط ولا بيحلوا أي كلام كمان هبقى فاهم الأمور بشكل عام لما يجي لي سؤال شائك هبقى عارف القعدة العامة للسؤال ماينفعش اللي هقوله دا بقى أخطر جملة هتتقال في محاضرة اليوم ماينفعش المدرب أو الأستاذ سين أو صاد يجوا يقول لي فضلتك لا أصليها متأفلة كده وخدها كده الكلام دا يا أخواننا كان بيتقال زمان أيام المائة وعشرين نموذج وكان مقبولا وقتها ليه؟ لأن النمازج ثابتة ولأنه فكرة الانحراف المعياري أيام المائة وعشرين نموذج كانت محدودة جدا تصل لدرجة الصفر في تنفيذها إنما الآن الأصل في النمازج اللي العالي بيدخلوا فيها الأصل هو الانحراف المعياري دا الأصل طب رقم اتنين الأصل إن فيها سئلة تجربية يعني ممكن وليد عزم يدخل لامتحان ويحل سؤال غلط ويددوله مية كلام دا تكرر مع الألوف من الطلاب مش أقول عشرات مع الألوف من الطلاب الولد يدخل لامتحان ويحل غلط ويطلع يجيب مية طبعا العكس دي غير واردة إنه الانحراف ينزلني لا الانحراف مش بينزل الانحراف إذا ما كانش بيزبط فهو مش بيزود فهو مش بينزل طب وبناءا عليه ما يجيش بقى وليد عزمي مثلا وهو مدرب ومعروف ومشهور وكذا ويجي يقول فضلتك خدها جيم عشان متأفلة وحلها كده دا ضرب من دروب الهبل في التعامل مع السؤال يعني حل إزاي يا أستاذ حل حسب قواعد عامة حتى في الرياضيات انت بتاخد الكلام دا في الكم اللي أستاذ بيقولك الإجابة المنطقية كذا طب يا أستاذ هل فكرة التأفيل انتهت وبغير راجعة أنا ما قلتش كده بس أنا قلت إيه قلتني الأصل اللي ساعدتك بتحل بدماغك مش بتحل بحاجة تانية من فعش تحفظ بالكمي أنا هتطرق في الصوت بسامحة للأسف الشيء أصلي حبي لما ييجي مثلا بقى أخونا اللي كان بيتكلم دلوقتي انت خدت ذنب كل طالب وطالبة كانوا عايزين يشاركوا بسبب إنك ما انتبهتش للصوت لأن أنا قلت الصوت هتحرمهم منهم يسألوا يشاركوا انت اللي خدت الزنب أنا طبعا معرفش انت مين ركزوا أخواننا معايا اللي أنا هقوله فكرة التأفيل فكرة مش هنقبلها دلوقتي فالس إلا في أسئلة المائة وعشرين نموذج بس إيه أسئلة المائة وعشرين نموذج اللي هي الأسئلة القديمة اللي كانت قبل سنة ونص أو سنتين واللي بطبيعة الحل المدربين عارفينها المدرب المحترف عارفها كويس يقول لك السؤال ده من آيام المائة وعشرين نموذج وكان متأفل كده خلاص فده اللي هنتعامل معاه على تأفيله آيام المائة وعشرين لأن قياس غالبا السؤال ده بعد ما قتل بحثا وبعد ما خلاص جبد للمرة مرات فقياس خلاص اعتملت الإجابة دي ما عادش فيها من حراف معياري ما نقولش والله أصلا هو لا هو متأفل كده خلاص انتهى الموضوع زي مثلا السؤال اللي كان جاي في نموذج نموذج الصفة دي على ما أذكر نموذج الصفة دي كان السؤال من نظر الدنيا بغير العبرات انطمس من أيوة المفروض يقول بصيرة قلبه هو قالها كده قال من بصر قلبه بقدر تلك الغفلة الغفلة هي الإجابة هتبقى آخر حاجة الغفلة النظرة بقدر تلك النظرة هي الغفلة طب وميناء عليه مش هينفع بقى اختارها بصر قلبه رغم ان الجملة معروفة وقالها علي ابن الحسين زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب يعني معروف الرجل اللي قالها ومعروفة أصل الجملة ومع ذلك هنختارها على قديمه لأن هي من أيام المئة عشر نموذج بل مش من المئة عشر نموذج ده من أيام ما قبل الحداشر نموذج كمان أول مبادئ القدرات المحاوسبة كان حاجة اسمها التسعتاشر نموذج زمان الكلام ده قبل حوالي أربعتاشر اتناشر تلاتاشر سنة في هذا التوقيت كان النموذج ده بييجي وبيتحل بهذا الشكل والعال جابه مية بهذا الشكل ما دون ذلك ساعدتك لا تعتمد التأفيل خدها مني حبيبي عشان ما نندمش اسمع كلامي وأنا بقولها لك عشان ما تندمش ما فيش حاجة اسمه خدها تأفيلة لا هو السؤال أيوة ولد جابه بسؤال معين بشكل غلط وجاب مية الكلام ده حصل مع طلاب كتير جدا من طلابي شخصيا مش بحكي حكايات خيال علمي ومع ذلك جابه مية ما بين الطلاب السعوديين وغير السعوديين جابه مية وهم حلين غلط وهم عارفين انهم بعد ما طولهم تحان حلينها غلط طب ازاي والله يا إما انه سؤال تجريبي او انه السؤال فين حراف معياري قياس علته شوية واستفاد منه ولد زي ده كده بدعوة والدية ولا حاجة ومشت وجاب مية إنما ليس أصلا ان ساعدتك ليس أصلا ان ساعدتك تعتمد فكرة التأفيل أنا بقولها في الأول وضمنتها التسجيل لخطورة الأمر يقول بقى بسم الله ونبدأ في عمق المحاضرة ركزوا معي عشان اللي جاي أهم الحقيقة واللي فات طبعا مهم بس اللي جاي هو عنواننا الأساسي ملف التعريف بمهارات القدرات يعني ايه قدرات في القسم اللفظي أنا يا أخواننا النهار ده زي ما بيقولوا كده العوام هنذوق بس مش هناكل كل حاجة يعني هديلك من كل حاجة ما تذوقه وتستحسنه اللي من خلالها تقول والله آه لا ده طعمه لذيذ وده كويس لا بس مش هدر تأكل كل حاجة بقى دلوقتي لأن وقت لا يسمع كل حاجة بقى دي بعدين إنما أنت الآن درك أنك تذوق عشان تعرف طعم هذا المنتج إيه هو المنتج إذا كان أكله ولا شرب طب بالنسبة لنا طعم السؤال هل السؤال فعلا غثيث وثقيل الدم وغلس بالمصري ولا لا ده السؤال الحمد لله كويس وإحنا اللي كنا فاهمينه غلط أنت النهاردة معايا عشان الجزئية دي عشان بإذن الله في نهاية المحاضرة هيحصل لك كده حطابا قسين عشان إذا ما حصلش قل لي والله انت طلعت مبالغ وما حصلش هيحصل لك انبهار إن شاء الله انبهار بالأداء انبهار بقسم اللفظي اللي ساعدتك كنت خايف منه وكنت بتعتقد إنه والله بيقولون على إنه كذا وإنه دمه تقيله كذا هتشوف إن شاء الله التفصيل ويمكن أنا ببالغ ويمكن في الآخر فعلا تقولي يا أستاذ جزاك الله خير فعلا إحنا آمننا وأيقننا الآن إن القسم اللفظي كويس طبعا بعد كده هنتخش بعمق لاحقا إن شاء الله طيب أنا هفتح الصوت عشان خاطر الشيخ زياد رفع إيده بس لو تكرمته احترسه من الصوت عشان بس ما يطلعش بالتسجيل وتبوء بإسم بقيت الطلاب إنك حرمتهم من المشارك انتبه للصوت لو تكرمت فضل يا شيخ زياد زياد هيا رفع إيده هسماعك يا زيزو ولكن بعد كده يا أخوان هستأذنكم لما نسألها تجاوب ما عدا ذلك لو تكرمت بتلتزم الصمت لحد ما ييجي موضع السؤال عشان التسجيل بس ما نشويش عليه زياد انت رفع إيدك اتفضل يا حبيبي في زياد كان رفع إيده ولا أنا فاهم غلط ولا كان بيجرب الدنيا طب على العموم أنا على العموم رفعت إمكانية إن ساعدتك ممكن تشارك الدكتور سيف بيقول اللفظ سهل وجميل في الشات ولكن لا يجب أن تستهين بي طبعا كلامك ما في المئة يا شيخ زياد يلا نخش ونقول بسم الله إن شاء الله يا إخوان هناخد المختصر المفيد بس لو تكرمت حاول تركز معي طعب جدا إن حد جمع لك مهارات اللفظ الخمسة في محضرة واحدة ولكن سنفعلها إن شاء الله طيب نقول كده بسم الله حبيب قلبي بابتداءا كده المراد بمهارات يعني إيه مهارات القسم اللفظي وهل فعلا هو مهارات وقواعد ولا أصلا كنت أسمع أخوي أو أختي اللي كانوا معاي في القدرات قبل كده كانوا بيقولولي والله لا القسم اللفظي ده حفظ اللي يقولك القسم اللفظي حفظ قل له جزاك الله خيرا أكّل على الله ولا تخرب علينا لأن ده كلام غير منطقي أيام المائة وشرين نموذك كانوا بيتحفظ دلوقتي يفيش الكلام ده طيب مش في التفصيل إيه بقى التفصيل حبيبي لما أدي لك سؤال التناظر اللفظي بالصورة اللي عند فضلتك دي يعني إيه تناظر اللفظي باختصار تناظر اللفظي هي عبارة عن علاقة بين كلمتين يعني إيه يا أستاذ يعني باختصار كده لما أقول لفضلتك السم والوفاء إيه العلاقة السم والوفاء أنا أقول لك يا أستاذ اتفضل ما أنا عايز أسمعك العلاقة يا أستاذ إن السم يؤدي إلى الوفاء آه يعني أنا وساعدتك دلوقتي لما نيجي ونقول إن السم يؤدي إلى الوفاة أروح جاي جنبها كده واكتب اللي أنت بتقوله يا أستاذ اكتب اللي أنا بقوله يعني هقول كده يؤدي إلى هي دي العلاقة أيوة يؤدي للوفاة كويس بس حطنا العلاقة يا أستاذ وأنا لاحظت ملحوظة إيه الملحوظة؟ إنك عملت ساهمين يعني أنت كده عايز تقول شكل العلاقة لا ده أنا مش عايز أقول كده ده أنا عايز أقول لفضلتك إنك لو ما عملتش كده تبقى بترتكب جريمة في حق نفسك ليه يا أستاذ لأنك لو ما عملتش كده هتغلط حتى لو أنت مين طيب يا أستاذ أما نشوف يلا نكمل يا أستاذ يلا وأنا معاك السم يؤدي إلى الوفاة أيوة العلاقة من اليمين إلى اليسار أيوة يا أستاذ من اليمين إلى اليسار طيب يلا كده ننزل نشوف تفصيلتها هل المعروف يؤدي إلى الفضل؟ لا طيب هل التعليم يؤدي إلى التقدم؟ أيوة يا أستاذ طب هل الإهمال يؤدي للإخفاق كمان أيوة يا أستاذ طب هل المرض يؤدي للفيروس أيوة كمان يا أستاذ طب معلش ركز معايا ركز تاني هو المرض بيؤدي للفيروس ولا الفيروس بيؤدي للمرض شفت بقى اللي أنا بقول عليه شفت موضوع الترتيب واتجاه العلاقة اتجاه العلاقة اتجاه العلاقة وبناء عليه معلش يا أستاذ طلعت أو تبا دي كمان مش معان طيب أنا عندي الإجابة كده بق وعندي الإجابة جيم وكلاهما صواب نرجع ونقول حاجة تانية العلاقة اللي ساعدتك حطيتها فوق دي اللي هي يؤدي إليه نفع فيها الإجابة بق ونفع كمان فيها الإجابة جيم طيب تعالى الإجابة بق وجيم الأدق إيه أستاذ أنا ملاحظ أنه هو يؤدي إليه بس هضف لها شيء في حبيب قلبي إن العلاقة سلبية قال الكلام ده صح طبعا السم يؤدي للوفاة والعلاقة سلبية وكلامك مش صح وما ليه يا أستاذ مية في المية صح يعني أنت كده حطيت يعتبر علاقتين يؤدي إليه زائد أيوانا حطيت يؤدي إليه زائد إيه رأيك لأنا موافق يا أستاذ وكلامك سليم ليه موافق وكلامي سليم لأنك لو عملتش كده هتطلق بطل لأن عندي إجابتين صح أستاذ ممكن اللي أنت قلته الآن تكتبهولنا أبشر أكتبهولك أهم آليات الحل أول شيء ضعي العلاقة بيدك ده أول شيء آه ده أول شيء آه يعني يا أستاذ الأول أحط العلاقة بإيدي ولو ما عملتش كده تبقى غلطان حط العلاقة بيدك بطبيعة الحال طيب كويس جدا وما بعدها بعد ما حطيت العلاقة بيدك أنت الترتيب بالنسبة لك مهم ولا مش مهم ترتيب مهم مهم بس ولا مهم جديا لا والله مهم جديا اللي هي جديا يعني صاح ترتيب فعلا مهم جدا 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 اللي إحنا عبرنا عنه بفكرة الساهم يا دكتور طيب تمام وما بعدها أنت لاحظت أننا أريد كل الخيارات ولا لا أيوة يا أستاذ أريد كل الخيارات يبقى يقرأ الخيارات كلها يكري تقرأ الخيارات كلها دي في منتها الخطورة والأهمية لماذا في منتها الخطورة والأهمية لأن ساعدتك لما بتقرأ كل الخيارات يا زعيم الأغلبية ساعدتك بتلاحظ أن أنت كده بدأت تزبط وبدأت تستبعد في نفس ذات اللحظة يعني ايه يا أستاذ يعني ساعدتك كده استبعدت الغلط اهو واكدت على اجابتك الصح ايوة اللي هي هذه او تلك طب احنا كده لسه مخترناش لا المفروض بقى ان انت مركز معايا الاجابة هي خلاص ليه لان دي نفس العلاقة يؤدي الى زايد انها سلبية زيها وسلبية زيها الله يفتح عليك نيجي بقى عندي دي وقول لها جزاك الله خيرا كنت فاكرك ان انت صح بل لكن طلعت طبعا مش مظبوطة اوي وبناء عليه وبناء عليه خلاص الاجابة جين تاني كده يا أستاذ يعني انت عايز تقول رقم واحد احط العلاقة بايدي ايوة تحط العلاقة بايديك عايز تقول كمان في رقم اتنين الترتيب مهم اه ورقم تلاتة يا أستاذ ورقم تلاتة يا حبيب قلب الاستاذ انك تقع الخيارات كلها ودي مهمة للغاية كويس جدا جدا في حاجة تانية عايز تقولها الاول انت مركز معايا كده والدنيا بالنسبة لك واضحة لا واضحة يا أستاذ حط العلاقة والترتيب و أستاذ طب انا ملاحظ شيء قولي حبيب قلبي ملاحظ يا أستاذ ان السم والوفاة والمرض والفيروس دول كلهم شبه بعض مش المفروض كنا نختارها لديك بقى للقعدة الاخطر في موضوع التناظر اللفظي وهي لا تجب الشبه لا اقول تاني كده يا أستاذ لا بقى ركز معايا قلت لا تجب الشبه يعني يا أستاذ لا تجب الشبه يعني مش عشان الاتنين شبه بعض تروح ساعاتك مختارة وتقول لي آه كده تمام لا طبعا كده مش تمام وصلت يبقى وانت بتحل سؤال التناظر اللفظي يا صديقي العزيز لازم طبعا في قواعد تانية يعني في تفصيل تاني ولكن خلينا قول مبدئيا كده احنا قلنا هنزوق عشان ناخد من كل زهرة أجمل ما فيها دي القواعد الأساسية وانت بتحل سؤال التناظر اللازم تتبعها طب خلاص يا أستاذ آمانا تمام ده التناظر اللفظي يا زعيم الأمة ناخد كده بسرعة مشاركة سريعة والإجابة برفع اليد معانا السؤال رقم تلاتة يلا كده من سيجيب اتفضل يا دكتورة حبيبة أولا الهلال يصبح بدر حبيب الله بسعدك السؤال الثالث يا دكتورة حبيبة تلاتة طيب نعم السرعة يقوم بها اللص زي ما الزراعة يقوم بها الفلاح فتح الله رأسك بساطور العلم قولي آمين آمين يا مصر طب لو انت مش مختنع بيدعى وقولي وإياك بقى انت فلتت منها بارا ساطور العلم حاجة كويسة اللي هيخليك الدكتورة قد الدنيا السرقة يقوم بها والزراعة يقوم بها أستاذ معلش لحظة هي السرقة مهنة طبعا يا حبيب قلبي السرقة مهنة يقوم بها بعض الكبراء والعظماء وال 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 آه طبعا صار في النصر انها مهنة طبعا غير مطلوبة وبهنة بس ده واقع تمام بس كده الدكتورة وهي شغالة بشكل غير مباشر طبقت القواعد دي حطت العلاقة وشافت ان الترتيب عشان كده استبعدت غيرها وقارت الخيارات كلها وانا متأكد ان حبيب عملت كده وجوبة الاجابة بعد هذا الجهد ممتاز يا دكتورة في سؤالين كده هرجع لهم بس مش دلوقتي خلينا نخش على المهارة رقم اتنين وبعدين نبقى نرجع للسؤال رقم اربعة ورقم كمسة وما بعده عشان عايز اكلم فيه يا الله يا استاذ اكمال الجمل عايز تقولي في اكمال الجمل يا استاذ صليتوا على حبيبكم الاول الله عليه وآله وصحبه وسلم اكمال الجمل اخوانا ببساطة شديدة جدا هو عبارة عن جملة اي اللي ساعدتك وساعدتك وساعدتكم كلكم شايفينها دي جملة جميلة لطيفة خفيفة شريفة عفيفة بالشكل اللي انت شايف طب يا استاذ انا قبل ما اجاوب واتكلم هقول احنا عرب ولا لا اخوانا طبعا يا استاذ كلنا عرب تمام يا حبيب قلبي بما ان كلنا عرب هو بيجيب لك جملة باللغة العربية انا عايز اعرف المشكلة فين المشكلة فين استاذ عربي واحنا عرب والحمد لله وجايب لك خيارات باللغة العربية ايه المشكلة بقى ان فضيلة جناب سمو ومعليك تحطيلي الفراغ هنا استاذ ده حجين ثالث ورابع ابتدائي بيجيبولهم كلام زي كده يا استاذ ما كانوا يرقونا شوية ويجيبونا حاجات اصعب طيب بس يا حبيب قلبي الله يسعدك نجاوب هنا وانا عارف انك على قدر المسئولية وبعدين نشوف الاصعب طيب قولي يا استاذ حبيبي ان ركز معايا من فضلك انا قلتلك انك هتسمع اللي ما سمعتوش في حتة تاني هو بايجاز ولعل يكون صادق ولعل يكون مبالغ طيب مع بعض ان التلوث الصناعي بالمدن الكبرى يسبب الضغط والامراض المزمنة للانسان لذا يجب الاقتراب عنه لا يا استاذ كيف الاقتراب عنه طيب ان الضجيج الصناعي بالمدن الكبرى يسبب الضغط والامراض لذا يجب البعد عنه صح يا استاذ بس عندي ملحوظة قول ملحوظة كيف يعني الضجيج الصناعي بصراحة يا استاذ قول انا في نفسي منها شيء طب معلش امشي بالالية اللي انا شغال بيها وبعدين نبقى نشوف نفسك ونفسي طيب ان التقدم الصناعي بالمدن الكبرى يسبب الضغط والامراض لذا يجب السؤال عنه ويش ذا الهبل كيف يعني يجب السؤال عنه احنا هننسبه لا تمام ان الادخنة بالمدن الكبرى تسبب الضغط لذا يجب النائي استاذ نعم وش معنى النائي النائي يعني البعد اه يعني البعد عنه ايو والله انها صح يا استاذ طيب الله يفتح عليك ويرحم والديك احسنت صنع ماشي خش حط علامة صح هنا طيب عايز تقول حاجة يا استاذ قبل ما اقولك اي كلمة تفضل يا استاذ حبيبي انا حلت ازاي طبعا لسا ما وصلناش للحل بس حلت ازاي انا عملت ايه ولدي العزيز بعض الطلاب البسطاء في تفكيرهم اللي على قد حالهم جدا بيعملوا ايه يا شيخ يروح حلين بالطريقة اللي انا هقولك عليها دي ايه بقى ان الفراغ بالصناعي بالمدن لذا يجب فراغ عنه قولك ان فراغ يجب فراغ اللي فراغ وفراغ ايوة انا بقرأ الجمل يا استاذ عشان قاعد اشوف يا حبيبي الله يسعدك بطل تفراغ يعني ايه يعني مفيش حاجة اسمه ان فراغ وتقرأ للاخر وتقول لي فراغ كده بتضيع وقت اما لا اعمل ايه يا استاذ اعمل اللي انا عملت ايه بقى اللي انت عملته يا استاذ يا حبيبي قلبي اخذ الخيارات اللي عندك واحد واحد وابدأ الصح وقول عليه صح والغلط واللي انت شاكك فيه حط علامة استفهام يعني وانا بقرأ لأول وهل يا أستاذ يا حبيبي الأستاذ طب وبناء عليه كده ساعتك ماشي صح طب ممكن تحطلنا القاعدة دي أبشر ايه بقى القاعدة الفقرة أو السؤال للآخر لازم يا أستاذ لازم جديا هنقولها بعد شوي طب مبدئيا كده نحط هنا يا أستاذ علامة رقم واحد يعني لازم أعمل كده أيوة حبيبي قلبي لازم تعمل كده طب أنا قرأت للآخر وبعدين مش انت لاحظت النباء ودال هم اللي ينفعوا وإن ألف وجيم غلط أيوة يبقى إس أبعد انت بتقول لي يا أستاذ تقولها كمان عشان الناس اللي هي إس أبعد تبقى مرة تالتة حبيبي استبعد 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 تنفع واحدة من أخطر وأهم قواعد الحل على الإطلاق وانت بتحل القدرات مش عايز أقول في القدرات وفي غير القدرات فكرة الاستبعد عاد انك بتيجي عند السؤال الغلط وبتقول له انت مئة في المئة غلط خليك على جنب عشان ما تقعدش تشتت انتباهي وتعمل لجاروشة زي ما أخواننا السعوديين بيقولوا ها لا الغلط تيح دماغك منه بشكل نهائي يلا شوف وشك على خير تمام يعني الاستبعد ده الاستبعد بيوفر معاك وقت يا حبيب قلبي بيفر معاك كتير جدا بعدين طيب يا أستاذ خلاص وماذا بعد مش احنا استبعدنا اه وقرأنا للآخر ايوة خلي بالك بقى معايا قول بص يا أستاذ بالعقل وبالمنطق انا بجاوبك بالعقل والمنطق يا أستاذ انو الضجيج الصناعي ده ما بيعملش لضغط ولا أمراض مزمنة أمال ايه ان الأدخنة طيب تمام حد عايز اتكلم دكتور محمد خالد اسمع صوتك يا حبيب قلبي اه فضل يا قائد السؤال بعدين اترفع ايدك ولا ده كان من الأول لا ارفع ايد طيب فضل كده باق ولا دال بالعقل يعني انا عايز بالعقل لا خير الله يفتح عليك ويرحم والديك لانه انا وانت متفقين يا محمد انه مستحيل الضجيج يجيب ضغط وأمراض مزمنة صح ولا كلامي غلط صح تمام الله يفتح عليك شو انا بحب الناس اللي بيشجعون اقولوا صح كده ويمشوا معانا وامتابعين خطوة بخطوة ازاي يعني الضجيج بيجيب ضغط وأمراض مزمنة دي مستبعدة يا استاذ بص هي رقم بقى دي ستين في المية صح انما رقم ده المية في المية صح نيجي بقى للقاعدة الاخطر يبقى القاعدة الاخطر القاعدة القاضرة يا حبيبي احنا اللي جابة برافع اليد بس انت ارفع ايدك وانا هقولك قولي يا دكتور اتفضل استاذ الاجابة ده ما هي مطبوطة ليه ليش لانه يعني لانه انت يا سيد انت ما جلت الصناعي لو جلت الصناعي تصير ان الادخنة الصناعي الله يفتح عليك ويرحم والديك فاكر القاعدة يا شيخ يامن ايوة لا تكن هندية القاعدة لا تكن هنديا كيف يا استاذ ايوة يا ابن الحلال لا تكن هنديا استاذ دي قاعدة في القدرات ايوة الله انت يا دكتورة نعم لا تكوني هندية وانت بتجاو بسؤال اكمال الجمل احذروا ان ساعتك تجاو باجابة واحد ليس عربي كيف يعني انا معايا قلم جديد الحقيقة كويس وليد عزمي بيقول هذه قلم جديد نقول له يا اخي حرام عليك انت عربي ولا هند يا اخي اسمه هذا قلم كيف هذه قلم هي بالضبط يا شيخ محمد يا خالدة هي ازاي يقول له الادخنة ودي مؤنثة وين اقول له الصناعي مذكر يا الله والله صادق يا استاذ لو قال الادخنة الصناعية بالمدن الكبرى تسبب الضغط لذا يجب النقي عنها اه انما ما قالش الادخنة الصناعية اذا الاجابة ده الغلطين ثلاث غلطات اربع غلطات خمسين الف غلط اوه شفت القاعدة يا دكتور لا تكن هنديا يعني ايه لا تكن هنديا ببساطة يعني يا حبيب قلبه تم المذكر يبقى مع مذكر والمؤنس يبقى مع المؤنس مفرد يجي مع المفرد والجمع مع الجمع ايوه كده تمام يا استاذ وصلت الفكرة يا استاذ وبارك الله فيك واحسر الله اليك تمام يا قائد ده يا اخواننا اهم قواعد حل سؤال اكمال الجمل عايز تخش بحاجة تانية يا استاذ ايوه عايز تخش بحاجة تانية قوله الاول قبل ما ندخل خلينا نجاوب السؤال ده وتفضله بسرعة بسرعة لو تكرمتم اللي رافع ايده اخواننا نختار عشوائي معنى انك رافع ايدك يبقى انت جايز للإجاب اخونا الدكتور المهندس هشام شلوي فضل اه جوابه حيز يقطن اه الله يفتح عليك يعني دال يا هشام صح روح يا شيخ هشام الله يجوزك النار قول امين 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 وملكش دعوة لو تزنعت اوه حاس انها مش مظبوطة اقول واياك يجوزك النار زي ما انا عمالت بالاسهم اللي قدامك دي يعني يجوزك يعني تجتازها وتدخل الجنة ان شاء الله امين تم تم شوف هشام قال ايه هنا قال حيز طبعا مش معنى ان انا قلت له الله يجوزك النار ودعت له ان اجابته صح ممكن فيها كلام هل اسمعكم دكتورة مريم بسرعة طبقا ديل ديل انت مصر بقى انتو كده متفقين علي طب يا خلنا معلش انا عايز اخدها جيم عايز اخدها جيم لو تسمحوا لي ايه رأيكم ساد طيب قعدت لاتكم جديا طب احنا قلنا الاجابة برافع ليه ادى ادى دكتور ما تكهبش الا برافع ليه ادى ادى دكتور ماشي ولا يهمك خش ما تزعلش لا يا سرجين ما تصير ليه بس ليه الدولة في الحياة المعاصرة مكان جغرافي يعيش مجموعة من الناس لا يا أخي أنا قريتها الدولة في الحياة المعاصرة مكان جغرافي يعيش فيه مجموعة من الناس والله سليمة بنسبة 100% ايه يعني حيز جغرافي أو مكان جغرافي ما هي هي ويقتنه مجموعة من الناس يعني يعيش في مجموعة من الناس ايه اللي فيها بس ما فيك كلمة فيه ايوة شايف بقى القعدة أنا كتبتها لك فوق انت مخدتش بالك لا معاك يا استاذ أنا لاحظت فعلا ان انت فوق روح تعيي لنا احذر الخداع البصري اهيه 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 شفناها رقم اربعة يعني احذر الخداع البصري بص حبيب قلبي حبيبي احيانا انا وانت عشان احنا عرب زي ما قلنا من شوية فانت بتقرأ الجملة بصورة كلية مش بتنتبه لوجود كلمة او حرف يعني انا وانت قرناها الدولة في الحياة المعاصرة مكان جغرافي يعيش انت طبيعي حطت فيه يعيش فيه مجموعة من الناس بس ده خداع بصري قياس بيعمله احيانا معاك معايا اللي دار الصحة نفسية منكم يدرك اللي انا بقوله خداع البصري انك بتكمل النقص بشكل لا واعي لا ارادي وده طبعا غلط وبيعملها قياس في بعض الاحيان تمام يا استاذ وبارك الله فيك واحسن اليك اتواقص يا شيخ يعني وانت كذلك خش طبعا اللي بعدها دي اهم القواعد اهو في اكمال الجمل خدنا من شوية اهم القواعد في التناظر اللفظي استاذ فيه غيرها من القواعد حبيبي لازم يكون فيه غيرها احنا قلنا بس النهاردة بناخد فكرة زي ما العوام في مصر قولك خد فكرة واشتري بكرة يعني ايه الان انت عرفت المهارة تمام لاحقا نشوف التفصيل انو مش هينفعدي كل حاجة النهاردة طب خش كده على اللي بعده يا استاذ هديدي دخلت اهو خش تاني كده يا الله معلش تاني اهو بوكس معايا قائد قول نطلع هنا معلش يا الله يا استاذ عايز بقى حد يكون اول مرة يحضر معايا استأذنكم كل اللي رافع ايده ينزلها من فضلك لو تكرمته اللي رافع ايده الان بس هو اللي ما حضرش معايا قبل كده خالص اول مرة يشوفني ويسمعني اللي من هذا النوع يرفع ايده انا مش احرجك ما تخافش مش احرجك بس اللي اول مرة يحضر معايا يرفع ايده طيب خلي بالك بقى معايا كده ونركز شوي وقول يا استاذ هو بيقول دكتور محمد شاب بون ليس اللي رافع ايده اخواننا الان هو اللي اول مرة يحضر معايا ركز عشان خطري دكتور محمد شاب بون ليس ليس ايه أستاذ ذكيا غبيا كسولة مواملا أستاذ نعم انت مدينا هنا معلومة طب يعني المعلومة دي بيدينا في الامتحان لا بس أنا بسعدك يا اخي طيب أنا بحبك يا اخي طيب انت عايز تمدح محمد صح محمد دكتور ولا لا هي هو دكتور حمد شاب يعني هو دكتور وشاب وعايز امدحه يلا يا دكتور جاوب اللي رافع ايده الآن هو اللي اول مرة يحضر معنا فضل يا دكتور مين دكتور مين دكتور محمد زهير وبعده دكتورة ماريا دكتور محمد شاب ليس البقين برضو خليكم معنا يعني ممكن تساعدوا زملاء دكتور محمد شاب ليس دكتور محمد شاب ليس غبيا ليس غبيا انت كده تمدحه اه بمدحه يا استاذ هو دكتور وفي نفس الوقت الشاب منفعش دكتور يبقى غبي وبعدين يعني ده راجل ليه اسمه ومعيته في السوق السودع ما شاء الله دكتور كبير كده وعنده مستشفى ضخمة فمنفعش يكون غبي يا اخواننا حد معترض على كلام الشيخ زهير ايوه جيم ايوه ايوه يا دكتورة ماريام جيم سولا جيم يا سلام على ابداعاتك يا دكتورة ماريام عشت يا دكتورة انت منين يا دكتورة ماريام سوريا ايوه من سوريا ايوه عاشت الشام واللي ييجي من الشام الله يسعدك ويحفظك احسنتي وابدعتي واجدتي ممتاز طب عايز تقول ايه تاني يا استاذ انا مش عايز اقول انتوا اللي عايزين تقولوا حاجة تاني طبعا كلام الشيخ زهير صح اهو وكلام الدكتورة ماريام صحين الله يفتح عليها يا دكتور كيف تكسو اه اتفضلي ايوه اقولي اتفضلي انا عايز اسمعك عايز تقولي دال صح استاذ انا دال انت دال لا انت مش دال انت اسمك ايه اياد اياد قولي الدكتور اياد واجابتي دال قولي يا ولد دكتور اياد بس واجابتك دال فتح الله عليك طب اللي كانت معترضة من شوية مين اي دعاء اقولي يا دكتورة دعاء بسرعة اه هي هتكون كسولا لان الشاب لا يتصد بالكسل انا بيعجبني بقى خليك معايا دعاء بيعجبني الناس اللي مركزك انا اسمه دكتورة سامة ماشي دخل باسم دعاء ماشي اهلا وسهلا حافظكما الله قولي يا دكتورة سامة ها شاب شاب ازاي يكون كسول انت عايز تقولي كده صح اه لان ان هو شاب الشباب ما يتصفون بيت كسل يعني تمام وبعدين ازاي شاب دكتور كسلان يعني يجي يعمل العملية للمريد الساعة اتنين مثلا زهرا يروح له الساعة اتنين ونص لا طبعا ما ينفعش وانا عايز امدحه صح كده صح الله يفتح عليك ويرحم والديك قولي امين امين انت مبدعة بارك الله فيك واحسن الله اليك الخلاف يا اخواننا فعلا بين جيم ودال ولكن عندي استفسار بسيط اخواننا اللي رفعني دون بس خلاف بين جيم ودال انما انا ملاحز ان الف متفقون على انها غلط الكلام ده فيش عليه شك صح ولا لا صح انا عايزك تتخيل معا ان انا بقوله على محمد تتخيل ان بقوله على محمد انه مش زكي الله 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 فين بقى ام المدح اللي انت بتنباحه ده ينفع اقول زكي طبعا مستحيل مستحيلين تمام تمام ركزوا معايا ادينا معاك كما نشوف اخرتها معاك عايزة تقولي حاجة يا هنة دكتور هنة قشير ما عرفش اذا كنت انت قريبة الستاذ ابراهيم قشير ولا لا بس اتفضلي رفع ابيها طيب هنة ما عرفش راحت فين شوف اخواننا الجملة بصوا عليها كويس يعني انت بنت الستاذ الدكتور ابراهيم شقير قشير يا دكتور حبيبي انا مستمتع بالشرح يا حبيبي الله يسعيدك ويبارك ده احنا اللي سعداء يعني انت عملت حبيبي الله يسعيدك البيت جارس يسمع المحاضرة ومستمتع بيها احسن الله وليك احسن ده انا اللي سعيد جدا انا اللي سعيد جدا حلم اني سمعت صوتك والله الله يسعيدك ويحفظك يا دكتور ودائما تميز كده مبدع يا دكتور دائما الله يسعيدك ويبارك في عمرك الدكتور ابراهيم قشير يا اخوان الدكتور ابراهيم قشير خبير قياس يعني غني عن التعريف الله يسعيدك ويحفظك وينفع بيك يا حبيبي أسعدك الله وأحسن إليك وبرك فيك تمام يا اخوان طالما الدكتورة هنا بقى دخلت معنا بصي كويس يا دكتور على الجملة دكتور محمد شاب بصي كويس كويس جدا الاجابة ايه يا اخوانا يا استاذ مك يا جاوب جاوب الاجابة هي مهملة ان هو بيقولك في الجملة يا جدع يا جدع الله يهديك يا جدع بص على الجملة يا جدع اقرأ الجملة كاملة زكيا 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 رأيكم في الرجابة دي محمد زهير اتفق أنا محمد زهير اتأكدوا كده دكتور محمد شاب ليس زكيا فحسب وإنما عبقري يعني دكتور محمد شاب مبس زكي لا 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 ده أعلى ده عبقري يا الله انت بتضحك علينا يا وليدي عزمي بتخدعنا حبيبي مش أنا اللي باخدعك أما لإيه ده قياس اللي بيخدعك إزاي يعني يا أستاذ يا حبيب قلبي أحيانا ساعتك وانت بتحل بترمي من دماغك تماما ان الجملة لقى بقية بعض البسطاء من الطلاب يروح جاي كده طال عمرك لحد الفراغ وما يكملش للآخر الله 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 طب ما هيتورة لأننا لو ما كملتش التلاتة دول ينفعوا والإجابة دي قطعا هتبقى غلط في حيني لو كملت الجملة للآخر ومشينا على القاعدة اللي بدأت بها فوق يبقى أنت ساعتك زي الفل آه كده تمام يا أستاذ فاتح الله عليك وصلت يا أخواننا محدش بيرد عليك عني يهودي محدش بيعبر وصلت تمام الحمد لله قالوا بسرعة كده في لمح البصر ينفع يا أخواننا أخواننا برضو اللي لسه أقول مرة يحضروا معايا ينفع بالله عليك أقول السيئون في حياتنا نعمة ينفع لا ما ينفعش مستحيل مش ما ينفعش صح بس لو كملت للآخر هغاية الرأي أكيد يا أستاذ أنا لسه أيل من شوية لازم نقرأ للآخر ها السيئون نعمة في حياتنا فلولاهم لم نكن لنتعرف على الرائعين أوه والله صحيح يا أستاذ طب كيف حبيبي أنا لما شفتكم النهاردة وشفت أدائكم آه غيركم قبل كده كان أقل منكم مش لازم نقول سيئين بس كان أقل شوية بس أدركت أن أنتم بالنسبة لغيركم آه لما شفت السيئين السابقين قلت والله أن السيئين دول نعمة لأنهم عرفوني على قيمة كبيرة جدا شفتها في محاضرة النهاردة وصلت أوه يعني السيئون نعمة يا الله والله يا أستاذ فعلا كلامك صح إيه بقى اللي صح لا والله صحين طب إيه هو اقرأ للآخر لازم تقرأ الجملة للآخر اوعى تكون من العيال اللي مركبة في رجلها زنبالك ويروح ناتش الإجابة بسرعة ويجري لا يا حبيبي على مهلك واقرأ للآخر تم تم يا أستاذ أم أردوا عليها يا أخواننا عشان تحسسوني أني عربي مسلم مثلكم لما بتردوش بحس أني يهودي ما حدش بيعبرني طيب خش على اللي بعد وليش يا أستاذ مو جيم تفضلي هنا تفضلي أنا سامعك تفضلي عايزة تحليها جيم يعني ليش مو جيم يلا يلا خش انت شوف يا دكتورة وانت قنعينها بجيم وانا معاك تعالي نشوف مع بعض يلا السيئون ابتلاء صح السيئون ابتلاء أكيد ولكن أقول لو لاهم لم نكن أن يتعرف على المخلصين شوف الجملة هم ابتلاء عشان بوجودهم عرفت المخلصين يبقى المخلصين دول سيئين وصلت ولا لسه آآ آآ وصلت الله يفتح عليك ويرحم والديك قولي آمين 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 بارك الله فيك خش على اللي بعده يا أخوان أستاذينكم احنا متفقين على التكثيف وأنا بحاول أنجز عشان ناخد كل المهارات إن شاء الله سؤال الخطأ السياقي ايه سؤال الخطأ السياقي خطأ السياقي باختصار هو عبارة عن جملة تاي اللي ساعدتك شايفها دي وبعدين يا أستاذ المفروض ساعدتك وانت بتحل الجملة دي فيها كلمة غلط طيب يا أستاذ ممكن أستاذينكم نبدأ بتلاتة نبدأ بتلاتة يا أستاذ يلا طيب يلا العلماء لا يعرفون على وجه التحديد ما الذي حدث للديناصورات تمام لكنهم مختلفون على انقراضي تمام أنا اللي بقول لك ايه بقى يا أستاذ خير حبيبي اللي بتعمله ده جريمة ايه بس يا أستاذ ما احنا زي الفلة هو حبيب قلبي أولا وانت بتحل سؤال الخطأ السياقي قطع الجملة كيف يا أستاذ قطع الجملة زي ما سمعتني كده بقول لك ازاي يعني يا أستاذ ارجع كده وركز معايا العلماء لا يعرفون على وجه التحديد ما الذي حدث للديناصورات ها لكنهم مختلفون على انقراضي أنا ملاحظ فعلا انك قطعت الجملة يا أستاذ اهو ده النص الأول هنا هو الحد ما المعنى تم وبعدين النص الثاني هو او الباقي لحد ما المعنى تم فعلا قطعنا الجملة وبعدين ركز كده بقى ها العلماء لا يعرفون على وجه التحديد ما الذي حدث للديناصورات العلماء مش عارفين بالضبط ايه اللي حصل للديناصورات الكلام ده بين زمان آلاف السنين حبيبي أستأذنكم للإجابة برفع اليد يا محمد ممكن اي رافع يدي أنا اتفضل يا حبيبي طب الباقي نزلوا ديكم اتفضل يا محمد الإجابة هي جيم مختلفون بارك الله فيك وأحسن الله إليك أنا لما أطلب أقول لكم أخوانا عايز أسمع الإجابة اتفضلوا طب وانا بشرح لا خلي إجابتك شوية لأن أنا ليه وجهة نظر من الشرح قبل ما نجاو يعني ده مش سؤال عايز أعرف إجابته أنا بشرح لسه طب العلماء لا يعرفون على وجه أستاذ أنا لاحصت أنك قرأت للآخر صح ولاحصت أنك قطعت الجملة أيوة فعلا ليه بنقطع الجملة تعال كده نشوف هم العلماء فعلا لا يعرفون على وجه التحديد ما الذي حدث للديناصورات صح الكلام طب يعني الجملة سليمة أيوة يا أخي سليمة خلاص العلماء يرجع كده معلش العلماء مش معانا لأن الجملة سليمة وعلى وجه التحديد مش معانا و آه بس نشوف بقى النص الثاني ولكنهم آه يا إما مختلفون يا إما انقراده لكنهم مختلفون على انقراده لا هم فيه إجماع على ان الديناصورات انقردت ولكن هم بقى متفقون على كده إنما كيف انقردت مش عارفين يبقى إذا متفقون أيوة متفقون آه كده أنا فهمت الجملة يا أستاذ تمام التمام آه الإجابة هتكون جيم زي ما قال الدكتور بارك الله فيه وأحسن إليه ولكن انت عملت يا وليدي عزي بص يا حبيبي أول شيء اللي أنا عملت وانا وانت هو اللي قلناه من شوية اللي هي إيه بقى اقطع للآخر أبوس رجلك دي أهم قاعدة عموما هي وقاعدة الاستبعاد تقرأنا للآخر عملت إيه تاني مش انت لحظت ده أنا قطعت الجملة أيوة الله انت قطعت الجملة فعلا فدي القاعدة رقم اتنين حبيبي نعم انت لحظت إن أنا عند الخطأ السياقي هنا الكلمة اللي أنا شاكك فيها جبت عكسها صح أيوة الله بلاحظ إنك جبت عكسها عملها كقاعدة بس مش دايما يعني إيه قات عكس الكلمة المشكوك فيها طيب وبعدين بس دي مش قاعدة يعني أحيانا مش هقدر أعمل كده مع كل الكلمات طب انت بتجيب عكسها ليه عشان لو لقيت الجملة ظبطت يبقى أنا صح ما ظبطتش يبقى أنا غلطان وأبحث عن إجابة أخرى طب اختي على كده نرجع مرة تانية يا أستاذ آه ها دي نرجعنا مرة تانية ها العلماء لا يعرفون على وجه التحديد ما الذي حدث للدينصورات ها لكنهم متفقون على انقراضه صح خلاص يبقى كلامك سليم 100% طيب ممتاز فيه يا أستاذ قواعد تانية فيه قواعد تانية بس دول الأساس طيب ممكن يا أستاذ نحل كل الناس بقى نزل إيديك اللي هيرفع عيده من الآن هو اللي أنا هسمعه يلا طيب إيه رأيك يا أستاذ نطبق مع بعض يلا هنا منتظرك سؤال رقم 2 فضلي دكتورة ريهام أول واحدة رفعت إيديها أظن أو رحمة عفوا رحمة دكتورة رحمة طيب دكتورة أميرة عمران أميرة نعم معاك يا ميس فضلي حمي دي يعني أكيد أيوة إن شاء الله الله يسعدك دنيا وآخرة أولي أمين كلما كثرت الشائعات كنت تتمنى أن الدكتورة تعمل كده تقول كلما كثرت الشائعات واجب على الإنسان التحلي بالأناه لتمييز الحقيقة من الكلام كنت تتمنى أنها تقطع الجملة هي أجابة صح بس كنت تتمنى أنها تقطع الجملة وتقول يا أستاذ الجملة الأولى سليمة لما الشائعات تكثر ليجب على الإنسان أن يتحلى يعني يتزين بالأناه أستاذ الأناه دي مش هي الأنانية يا ابني لا الأناه تو صفة زي ما النبي قال في أشد جبني عبد القيس لما قال له إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله وقال له فيهم الحلم والأناه الأناه أخواننا اللي هي ضبط النفس أو عدم الاستعجال آه يعني دي حاجة كويسة طبعا ووقت الشائعات الإنسان لازم يتحلى بالأناه تستعجلش في الحكم يبقى لحد كده الجملة سليمة يا أستاذ أيوة لتمييز الحقيقة من الكلام ولا الحقيقة من الكذب آه شوف كده الجملة الضابطت إزاي طبعا دي واحدة من الجمل اللي أنا أتكلم عنها بس بشي ينفع النهار ده لاحقا الحقيقة عكسها الكذب عشان الجملة توزن معاك الجمل المتوازن آه كده تمام يا أستاذ تم بفضل الله الجملة الأولى الجملة الأولى يا صديقي العزيز إذا أخذ المرء العلم بجدية وعمل لغيره تيسترت أسباب سعادته بس يا أستاذ أقول يا حبيبي أكيد كيف عمل لغيره والله غلطان يا حبيبي مالك بس أنت متحمس لكده يا أستاذ إذا أخذ المرء العلم بجدية وعمل لنفسه طب أحسن الله إليه لأمك مية في المية صح بس فيه كارسة أنت وقعت فيها خير يا أستاذ مش أنا قلت لازم نقرأ للآخر أستاذ ما أنا حصلت الإجابة يا ابن الحلال قرأ للآخر أبوس رجلك دي القاعدة الأساس آه طب اسمع بقى كده أخوك يوسف حسين هيقول إيه أقول يا دكتور يوسف الله يفتح عليك ويرحم والديك كمل كده يا دكتور زاد ابتزال الناس له ابتزال يعني احتقار بالله لا إله إلا والله ما كنت أدري هش قضيت كنت تدري أنت استعجلت أنت لو كملت للآخر هتروح سائل نفسك وش معنى ابتزال وتبدأ تسأل بقى ابتزال والله أمر مبتزل آه مبتزل يعني غير محترم يعني محتقر لا 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 زاد احترام آه بس يا أستاذ ارجع بقى كده اعلن المرء لو أخذ العلم بجدية خلي بالك دي بجدية مش بجدية خلنا الجعانين هيقروها جدية لا بجدية وعمل لغيره لا 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 عمل لغيره عادي كيف يعني عمل لغيره يا حبيب قلبي الآن أنا بشرح لفضلتك محاضرة وانا بشرح عن نفسي ولا ليك لا لينا احنا يا أستاذ انا شرحتها او عملت عملت لغيري اسأل الله ان تكون ابتغاء وجهي خلاص عملت لغيري انا سعيد بعد المحاضرة جدا انا بكون سعيد اكتر من سعادة سعدتك ليه اهو بقى ما احنا بنقول عشان انت بتعملها لله عز وجل ارجو ان اكون كذلك خلاصة الموضوع ما تستعجلش خلاص يا أستاذ والله ما هنستعجل تاني خلاص يا قائد خش على اللي بعده وكلكم واللي بعده كوم ليه بقى يا أستاذ استيعاب المقروض وعيد عزمي هيقول لنا ايه في استيعاب المقروض النهاردة يا طرح هيقول ايه هيقول ايه غيره ما قالوش يعني هيقول ايه هيفتي لا مش هافتي هم ليه بس خلي بالك فعلا لاني هقولك حاجات بسيطة ربما ربما اول مرة تسمعها قول يا أستاذ الاول يا حبيب انعايز اقولك على حاجة قول يا أستاذ استيعاب المقروض ده كسؤال سمعته سيئة جد والله دارين يا أستاذ لا مش اللي في بالك ايه سمعته سيئة لدرجة انه استيعاب المقروض ده لو راح بيت من بيوت المسلمين عشان يتزوج بنت من بناتهم هيقولوله انجلع لا عاد نشوف وجهك فارج غور كده باللهجة المصرية والعامية معرفش اخواننا في الشام بيقولوها ازاي يعني سؤال غفيف العيال بيقولو كده انا بقولك قبل كل شيء احذر الشائعات يعني ايه هو العيال بيقولو عليه سؤال غفيف ايه كمان يا أستاذ وبيقولو سؤال مثير للجدل وبيقولو ايه كمان يا أستاذ وبيقولو كلام مبزين بصراحة أستاذ يقولو عنه كلام مبزين سؤال يعني بصراحة لو حد فيكو مصري اقولك والله سؤال غلس طيب كويس طبعا كل ده اخوانا شائعات واستيعاب المقرؤ منها بريء براءة الزئب من دبي ابن عقوب انت بتدفع عنه كده ليه أستاذ حبيبي والله لأن ده الصح أستاذ والله انه غفيف فعلا وصعب حبيب قلبي دي شائعات طب قول لنا انت بقى أستاذ ايه اللي بالشائعات اللي جاية دي ايه بقى انه بياخد وقت طويل بس دي الحقيقة الوحيدة أستاذ وفعلا بياخد وقت طويل يا حبيبي ايه والله بياخد وقت طويل طب وبعدين ده معنى انه غلس وغفيف ومبزين لا يا حبيبي هو طبيعة السؤال كده طب يا أستاذ معنى انه بياخد وقت طويل يعني صعب مين اللي قال كده بس ياخد وقت طويل انا معاك صعب مش معاك طب ورين يا أستاذ عملي يمكن كما كيكون صح طب بص معايا يا حبيبي قول يا أستاذ حبيب قلبن هتدي لك مثاله هستأذنك واحد فيكم كده يكون ولد كده يعني ها ليه اسمه وسمعته يختار لي سؤال عشان أجوجه واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة وأحبزها لو قلتوا لي تلاتة بس براحتكم يعني اختار السؤال اللي يعجبك وقل لي اختار بدون استئذان ها واحد يا ابن الذين امنوا انت حشرتين حشر وكنتش عايز واحد لا يا أستاذ مش احنا قلنا لك انه صعب من الاول طي لا لا انا حل واحد عشان ما زعلش الشيخ بس خلي بالكم معاي فضل يا أستاذ هستأذنكم بس هابدأ بدا وبعدين هحل واحد للدكتور ماشي ماشي يلا يا دكتور كده معايا يلا انت هتعمل ايه دلوقت حل ياخذ والاستيعاب مقروح طيب انت روحت على السؤال ليه طيح تطلع فوق هنا لا ما انا عايزك بقى تديني عقلك وتركز معاي انا عارف ان دي حاجة صعبة طي ايه اللي صعبة يا أستاذ انك تديني عقلك وانتجعان دي أصعب حاجة في الدنيا معلش ان شاء الله دقائق واتركك مع الغداء حبيب قلبي كتاب الديوان يمثله شعر الرومانسيين ولا الواقعيين ولا الاحيائيين ولا غير ما سبق او غير ما سبق طيب ما تستعجلش يا دكتور لا اله الا الله تستعجلوا ليه بس طيب يلا نشوف اولا الاجابة برفع اليد ثانيا ما تستعجلوش ظهر انا اللي بجاوب اخواننا دلوقتي ظهر كتاب الغرباء لميخايل نعمة الشاعر الرومانسي شفت بقى انك استعجلت يا دكتورة لا اله الا الله انا اسف يا أستاذ والله استعجلت فعلا طبعا الشاعر الرومانسي وبنعتذرلك مرة تانية ان احنا استعجلنا لا ما تعتذريش ولا يهمك طب يا أستاذ خلاص نخش بقى السؤال الاول أخش على السؤال الاول ازاي بقى خلاص حلناها ايه يا ابني حلت ايه اهو الله الاناها الشاعر الرومانسي بقى ده شاعر رومانسي يا شيخ نعم يا أستاذ يا ابني ده اكتب الغرباء الله يهديك اوه وده الديوان انا لله وانا اليه راجعون في عقلي الذي طار لا ما طارش ارجع مرة تانية ايه ظهر كتاب الغرباء للشاعر ميخايل نعيمة الشاعر الرومانسي عام كذا يا أستاذ ده الغرباء للده الديواني بعجبتك غلط ارجع يا أستاذ حاضر ما تزعلش بالراحة 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 اجابة الدكتورة اللي قالت من شوية كانت صح يا أستاذ طب ما تزعلش اهيه برد بس بالراحة على شوية طي الشاعر الرومانسي سنة 1920 اهو 1920 وهنا شاعر رومانسي كمل يا أستاذ وهذا العام هو الذي ظهر فيه كتاب الديوان اه يعني الاتنين ظهروا في سنة واحدة ايوه والكتابان متشابهة اوه اوه يعني ده رومانسي بدا شبه رومانسي تخيل يا شيخ نختارها بقى رومانسيين اهو يا ابن الحلال ما تستعجلش قلتلك فيه ايه تاني يا أستاذ كمل طيب حاضر والكتابان متشابهان الى حد بعيد فيه واحد النظرة الى الادب اتنين الرؤية الجمالية ثلاثة المبادئ التي يقوم عليها النقد طيب يا أستاذ خلاص بقى يا ابن كمل انت مستعجل ليه الكتابان شديدة تشابه بالرغم من ان احدا من الكاتبين لم يكن يعرف الاخر يعني ما متشابهان وشيت شابه كده نختارها رومانسي بقى طيب نكمل معلش وعلى الرغم ان كتاب الغربال ظهر في امريكا كتاب الديوان ظهر في مصر استنى يا أستاذ نعم يعني كتاب الديوان ده ظهر ده في امريكا وده في مصر ده الديوان في مصر على ألفه طبعا عباس محمود العقد وصاحباه أو صاحباه واللي فوق ألفه ميخايل نعيمة وده كما درست المهجر تمام يعني هما سنة واحدة بس المكان مختلف بس كده خلاص طب ايه بقى أستاذ خلاص رومانسيين كده تجاوب وانت مطمئن ليه لانك قرأت الفقرة للنهاية الله يفتح عليك أستاذ نعم بصراحة السؤال غبي ليه أستاذ خد وقت كتير جدا طب انا هسألكم ورد علي خد وقت قدي السؤال بسرعة بس دقيقة لا يا دكتورة انت كريمة واحنا نستاهل لا حرام عليك خمس دقيقة انت كده بتظلميني نقول دقيقتين يا اخوانا نقول دقيقتين دقيقتين يعني مية وعشرين ثانية قريبا يعني ما احنا اصلاحنا عدنا نرغي كده ايه حاجات زيادة برا السؤال نقول مية وعشرين ثانية أم يا أستاذ خلاص مية وعشرين ثانية ماشي يلا كده معاي نجاوب بقيت الاسئلة من الله يجاوب انتوا اللي هتجاوبوا في لمح البصر كتاب الغربان والديوان يتشابعان في كم من الأمور ثلاثة أمور ثلاثة أمور ثلاثة أمور كتاب الغربان وكتاب الديوان بينهما تشابه 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 الكتابان ظهر فيه مكان مختلف وزمان واحد مكان مختلف وزمان واحد روح يا شيخ اقسم بالله كل واحد في اللي أجاب دلوقتي وحتى اللي كان عايز يجاوب بس هو جعان أنا اللي بقولك قل لولدك الكريم أو والدتك الكريمة قل لهم بالنيابة عن وليد عزمي لو تكرمته المشاركة اللي عملتها النهاردة أستحق عليها عشاء فاخر قل لبابا كده إذا بابا رفض تواصل معايا أنت وأنا أبعط لك عشاء على حسابي لأن أدائكم رائع إحنا حلنا يا أخوان السؤال الأول في قد إيه خمس ثواني لا 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 حد يعصبك بقى ده خد ده خد ايهتين خلاص ده أنتو حلتوه في لمح البصر ولا لا إيه وهذا لمح البصر وهذا خلاص ده خد خمس ثواني وده كمان خد خمس ثواني والأخير خد خمس ثواني قولوا عشر ثواني ما تزعلوش آهو عشر ثواني طيب لو جمعنا بقى الدقائق والثواني اللي إحنا عملناها أنلاقي ده 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 ايهتين والثلاث أسئلة البقين ما كملوش دقيقتين قولوا الثلاثة كملو دقيقتين ودقيقتين أدي أربع دقائق حلنا فيهم أربع أسئلة مش قياس بيقولك أن كل سؤال بدقيقة؟ أيوة أيوة خلاص هذه كل سؤال بدقيقة بس يا أستاذ أنا لاحصت أن طريقتك أخسرت شوية في السؤال الأول اللي أنت بدأت به اللي هو كان رقم ثلاثة طبيعي لأن طبقت مع القعدة الأبرز في حل سؤال استيعاب المقروض وهي بقراءة السؤال أولا وبعدين الخيارات يا حبيبي وبعدين نرجع للفقرة وخطة الإجابة وأكمل قراءة الفقرة للنهاية لازم لازم اوعى تورط نفسك تمام يا أخوانا؟ قول لي تمام 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 الحمد لله عايز تقول لي تاني يا أستاذ الحقيقة فيه النموذج اتنين والنموذج تلاتة واربعة بس أخشى من ضيق الوقت فمع ذلك هنأخذ منهم ما استطعنا صليت عليه قول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بص يا قائد ركز معاه لو تكرمت عندك نموذجه هستأذنك معاك دقيقة ولو تكرمته كله ينزل إيديه والإجابة برفع اليد يلا الحاسد هو إيه؟ لا 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 محدش يجاوب محدش يجاوب لو تكرمته معانا دقيقة عشان ما نظلمش إخواننا البقية اللي رافع إيده معناها أنه عارف الإجابة صح؟ طيب تمام أنا مش هقول قولي يا فلانة هندي بس كده نعمل عص في زهني سريع يعني نعمل استثارة لعقلك وأنا عارف أن أنت متحبش تتعب عقلك ده متكلف ومحتاج تريحه بس معلش شوية بس حبيبي أنا عندي بس يعني نقطة بسيطة بالله عليك ينفعوا لأن الحاسد حبيب ينفعوا لأن الحاسد قريب لا لا ينفعوا لأن الحاسد صديق بالله لا لا إذن العقل والمنطق قبل الإجابة ينفعوا عليها إيه عدو في زياب صديق ده العقل والمنطق صح ولا أنا غلطان العقل والمنطق والواقع صح يا أخوانا والله صادق يا أستاذ طيب خلاص جوبناها بس في حد معطرد ما أنا عارف دايماً كده بتطلع معارضة في النص يعارض لأجل المعارضة مين بيعارضني أنا اتفضلي يا دكتورة مريم أول مرنان اتفضله المفروض دال صديق في ثياب عدو جبتها منين يا روما بس موجودة بالنص يعني إيه موجودة بالنص يعني عايزة تقولي إن دي الإجابة إيه وقع بالله عليك يعني دال إيه صح دال بس دال كده مخالفة للواقع والمنطق والعلم والدنيا كلها إزاي الحاسد صديق في ثياب عدو بص يا وليدي عزمي قولي يا مريم هقولك على حاجة يا وليدي عزمي تحطها حلقة في أذنك ولا تنسها طول عمرك قولي طب قبل ما أقولك إلا هتقوله لي مريم عايز تقول إيه بس يا خوفي من اللي هتقوله دلوقتي لا فيش خوف ولا حاجة بس ركزوا معايا قولوا إحنا معاك ده إيه والله لسه معرفش طب ركز معايا مثلث ده مثلث لا مش مثلث إيه ده أستاذ إنت بتعمل إيه أستاذ إيه ده أستاذ ده بتاع المحاري الله ينتقم منه بتعمل إيه استنى بس هدى عصابك قول حبيب قلبي نعم لو قالك في النص وليد عزمي يهودي قل له أيوة وليد عزمي يهودي لا 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 إزاي أستاذ يا حبيبي القاعدة بتقول كده بتقول إيه مش وفوق قالي الإجابة الصديق في سياب عدو أيوة بس أنا يا أستاذ متخيل إن الحسد ده عدو يا حبيبي نعم مش أنا قلت لك لو قالك وليد عزمي يهودي قل له يهودي إزاي أستاذ حبيبي القاعدة عبرة بإيه ولد العبرة بالنص يا أستاذ يعني لا خروج على النص يعني لو قال لي وليد عزمي يهودي قل له يهودي يا الله يعني ده مهمة حبيبي لا خروج على النص أصلا يا أستاذ ولد مثقف وإنت مش فهم ده أنا بنت مثقفة ده أنا بيقولولي في البيت يا سكراط لإن أنا ولد ما شاء الله طارق جيد وبجاوب النصوص من معلوماتي العامة اوعى تعمل كده اوعى تعمل اللي قالتلي علي مبارح الدكتورة سين مش هقول اسمها الله يحفظها ويعزها ويبارك في عمرها وتجيب لنا مية ان شاء الله وتبقى احلى دكتورة حبيبة في حياتنا قالت ايه حبيبة مبارح قالتلي ان في بنت صاحبتها بتحل ما بتقراش النص اصلا قالتلي ازاي حبيبة قالتلي صاحبتي حافظة الاجابات قلتلي هالله يسمحك ويسمح صاحبتك اوعى انتبهوا اما لو اجايب لك النص لأن النص ده معطيات وانت في الرياضيات لما بيعديك معطيات بتسيب المعطيات وتجري لا استاذ طبعا بس يا حبيب قلبي انت بيديك نص تستفيد منه اوعى تفتي اصلا العرب كلهم بيحب يفتو انت بقى ما تفتيش جاوب من النص استاذ احيانا بتبقى الاجابة غير مباشرة ما انا عارف طب في الحالة دي تعمل ايه اقرأ وجاوب حسب اللي انت فهمته بس مش من دماغك من بره بقى ما تفتيش تم يا استاذ تم قاعدة دي فعلا مهمة لا خروج على النص تمام يا استاذ قضل يا حبيب الاستاذ فيتني انقعدين يتكلموا على الشات وقعدين يحضروا ويتحكوا حبيب قلبي هنقول كلمة هنقول كلمة واحدة بس هنقول الله يسمحهم على اللي بيعملوه انا معرفش غفر الله مش اقول اكتر من كده افلنا الشات بس انا مش اقول اكتر من كده اقول ايه اقول يعني مش عارب اقول حسبنا الله اخوانا اتقوا الله في انفسكم ياخ انت مش عايز تستفيد ما تعملش زي ابليس يا اخوانا ده النقطة دي خطيرة جدا يا حبيبي احذر انا خاف عليك استغفر الله المهم خليكم معا يا اخوانا هنا ونكمل يلا يا دكتور النموذج ثلاثة ده رغم اهميته بس عشان دي كل وقت هستأذنكم يعني لا حقا انا بنتكلم فيه هناخد سرعة كده عشان نخش على المهارة الاخيرة موضوع استيعاب المقروب يجيب لك فيه لازم 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 لا يمكن ان يخلو نموذج من النمازج ولا اختبار من الاختبارات الكلام ده من عام 1429 لا يمكن ان يخلو نموذج من سؤال عن العقد والقرن طبعا فيها تفاصيل تانية كتير جدا بس هناخد دلوقتي العشهر والاهم اللي هي القرن والعقد ايه بقى هي يا استاذ حبيبي هو بيسألك احيانا القرن الكام بيديك تاريخ زي ده قولك ده القرن الكام شوف القعدة ببساطة شديدة عشان تعرف القرن زود واحد على خانة المئات حبيبي دي قعدة مقطوع بصحتها يعني لا يمكن ان يبقى فيها اي خروج عليها ايه قعدة منتهية اهيه انا بتكلم على قياس الآن بتكلم على قياس مليش دعو بقى بالصح ايه لان الصح حاجة غير كده بس في قياس يجيب لك اي تاريخ روح بهدو وامشي كده مش يتلواثق ها واثق الخطوة يمشي ملكا اه ورح حاطط لي واحد على خانة المئات واحد زائد تسعتاشر كام عشرين يا استاذ خلاص ده القرن القرن عشرين يا استاذ ايوا انتهت خلاص يا استاذ ايوا يا حبيب قلبي خلويس اه خلويس تعال هنا ده يا استاذ القرن الكام انزل ونشوف ها قال لي سنة 1900 1654 وخمسين زود واحد يا استاذ هنا زودنا واحد على الستاشر واحد زائد ستاشر كام يا حبيب القلب سبعتاشر ايبا ده القرن الكام يا استاذ القرن اه السابع عشق تمام يا استاذ تم عند استفسار يا استاذ قول حبيب انت عارف سنة كام تم اغتيال عليهم ابنه ابي طالب رضي الله عنه لا ما عربش يا استاذ انا تردعين هجرية طيب وبعدين انا عايز اعرف ده القرن الكام استاذ قياس اخطاق خطأ فادح ليه ما حطوا ليش خانة مئات هنا انت حط خانة مئات حط صف وزود عليها واحد طيب يا استاذ واحد زائد صفر كام واحد ايبا ده يا استاذ القرن الواحد ياد ما فيش حيسمها القرن الواحد يا لأ اما ليه القرن الاول آه تمام يا استاذ وصلت يا اخوانا وصلت ايبا ده القرن الاول ارجع يا استاذ خطوة للخلف قول ارجع تاني قديني رجعت عايز تقول يا الله يهديه طب بالنسبة بقى للعقد يا استاذ قول لا اله الا الله لا اله الا الله محمد الرسول الله اعرف ازاي العقد يا صديقي العزيز حبيب قال بالعقد زود واحدة على خانة العشرة اكيد اهو ادي خانة العشرات واحد زي التمانية كام تسعة يا استاذ استنى ايه يعني ده العقد التاسع ايوا العقد التاسع مش عاجبك ليه يعني لا خلاص يعني بس كنت تشاكك لا ما تشكك انت مش دبوس طبيب ايزا العقد التاسع بنزل كده على اللي تحت يا استاذ تقود واحد القعدة واحدة اهي واحد وخمسة كام اه ستة ايبا ده العقد التام يا ولدي اه ده العقد السادس يا استاذ روح يا شيخ الله يفتحها في وشك طيب تمام عندي استفسار يا استاذ قولي يا صديقي سنة الف تسعمية وربعة اه ايه بقى ده يا استاذ لو انت عرفت الف تسعمية وربعة دي حصل فيها ايه اسأل بابا او ماما بين انجلترا وفرنسا تحيخ الحديث تبقى ولد شاطر ويبقى بابا وماما زمان كانوا بيذكروا التاريخ وهم في ستة ابتدائي كويس استاذ انا سألتهم وطلعوا ما يعرفوش يا ابني بقى هم عارفين بس بيعملوا لك اختبار لنفسك طب ومع ذلك ده العقد كام حمت العشرات ايه واحد سايد صف ايه بقى ده العقد الواحد احنا قلنا ما بيش حاجة اسمها الواحد العقد الاول العقد الاول قولينا انت بقى يا استاذ ايه اللي حصل سنة الف تسعمية واربعة حصل حاجة اسمها الوفاق الودي بين انجلترا وفرنسا يا زعيم الام طب المهم ده العقد الاول والعقد التاسع والعقد ستم يا استاذ كده عرفت تتفرق بين العقد والقارن ايه تم تم قبل مختب قبل مختب الحتة دي يعني العقد يا حبيبي عشر سنين بس يعني ماينفعش طال عمرك ساعاتك تيجي وتقولي طب مش ينفع نقولي هنا مثلا العقد الواحد وتسعين كيف واحد وتسعين يا ابني احنا قلنا عشر سنين بس يعني خنت العشرات بس طب يا استاذ ماشي بارك الله فيك واحسن الله إليك وإياك يا صديد خش على بعده ناخد حاجة سريعة كده ولا لا خلاص يا استاذ عشان نخلص يلا حتة دي مهمة يا دكتور نوع النص برضو لها تفصيل كتير جدا بس خلينا ناخد الأهم دلوقت نوع النص واسلوب الكاتب ايه بقى نوع النص واسلوب الكاتب استأذنكم بس نردد الأزان طيب نكمل يا اخوانا خليكم معايا اخوانا للآخر عشان عايزة أقولك في الآخر على حاجة قبل ما نخطب المحاضرة خالص وعا تمشي في حاجة مهمة عايزة أقولك عليها طيب خش يا استاذ هنا نموذج ده هناخد فيه نوع النص يا حبيب قلبي يعني يا استاذ نوع النص حبيبي أحيانا بيعطيك نص من النصوص يكون بيتكلم عن واحدة من القضايا الأدبية أو واحدة من القضايا الفلسفية أو النص علمي أو علمي متأدب أو نص بيتكلم عن الأحياء أو 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 هقول حالة أنا هم أنا لسه ما اتكلمتش والله العظيم ولا نطقت ولا قلت حاجة طيب يا استاذ يال حبيبي مبدئيا لما تلاقي نص زي كده بيتكلم عن أعضاء جسم الإنسان لما بيتكلم في أعضاء جسم الإنسان عن العين وبيتكلم عن الأنف وبيتكلم عن الدماغ وبيتكلم إبقى ده نص علمي يا استاذ طبعا بدون شك ينفعش أقول له لا أدبي ولا فلسفي طيب علمي ليه علف ولا علمي اللي هي با بص يا قائد قول يا استاذ هو هنا الرجل الطيب الطاهر في النص قال إيه قال إيه يا استاذ قال لك هل تعلم هل تساءلت أهي العين أهي والله جالها يا استاذ قال كلمح البصر أشوف التعبير قال وما خفي منها أعظم إيه الروعة دي يا استاذ إيه الإسلوب الرائع ده لسه بس ها منها كذا ومنها كذا ومنها كذا التفصيل الرائع دي يا استاذ ده أديب بيكتب آه عشان كده هنقول إن النص ده علمي أيوة بس متقدم آه يعني هو علمي بس إسلوبه إسلوب الأدباء أيوة يا صديقي طب إيه بقى علمي بحث لأ علمي بحث ده لو هيتكلم مثلا عن إيه في الفيزياء اتكلم عن الضوء آه ده فيزياء 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 وكنت بكره الدرس ده جدا يا استاذ في الأحياء اتكلمنك عن الفيروس آه الفيروس هو كذا كذا مثلا في معركة بحرية معركة عفوا تاريخية آه ده برضو علمي بحث لنتكلم عن قضية تاريخية بحث بحث يعني فيش فيها وما شابه يعني آه يعني ده علمي وده علمي متأدب آه آدبي آه بعض النصوص على فكرة الأدبية جات في الفترات الأخيرة بس زمان كان نادر جدا ومني جيب لك نص أدبي نص أدبي يعني فيه تشبيه واستعارة وكناية ومجازع تعبيرات جميلة وولك وجهك كالقمر ومش عارف يقعد يقول كلام زي كده طب وفلسفي فلسفي بيتكلم عن القيم ايه بقى القيم دي يا استاذ قيم زي الحق كنت هتتفلسف عن الخير يا عم بط فلسفة يعني الجمال آه يعني الحق والخير والجمال والكلام ده كله دي فلسفة انت هتتفلسف فيها آه كنت عارفني عن ايه فلسفة اذا ده نوع النص آه ممكن اتكلم كمان عن الاحياء بقى ويقولك ده فيزيا واحياء ومش عارف آه اتكلم عنه وده نوع النص برضو كده تمام يا استاذ واعرفناهم ممكن يا استاذ يجيبني نص فلسفي لا اله الا الله ما انا لسه اقولك زي قطعة الجمال يا ولا دي نص فلسفي اهو اتكلم عن الجمال آه تمام تمام ماشي يا استاذ كده عرفنا حكاية نوع النص والكلام ده ممكن يكون نص بيتكلم عن قضية من القضايا الاجتماعية زي موضوع عدد السكان ومعدل الذكور ومعدل الإناث آه درست اجتماعي فيه اقتصادي فيه اقتصادي وغيره طيب يا استاذ تمام عايز تقول حاجة تاني طبعا فيه اخوانا الجزئية الاهم في موضوع استيعاب المقروع بس بصراعي بتاخد محاضرة لوحدها ليه علاقات الجمل دي اهم ما في استيعاب المقروع تعليلية تفسيرية لا والله سبب ونتيجة لا طردية لا عكسية بس طبعا مستحيل هنقدر نخلصها دي عايزة لها محاضرة لوحدها طيب في لها طبعا تفصيل لذيذ وظريف زي اللي انت بتاخده دلوقتي بس مش هينفع دلوقتي طيب عشان نخلص على المغرب عايز تقول ايه حبيبي سؤال اختلاف والارتباط برضو بيديت استيعاب المقروع لها تفصيل والله لولا ديق الوقت وكنت طولت معاكم بس انا محدد بوقت ومش هينفع اتخطي يعني الاختلاف والارتباط اللي هو ساعدتك بتسميه المفردة الشازة او المفردة المخالفة ايوا انا بسميه كده يا استاذ اه بس في المتحام مش اسمه كده اسمه سؤال اختلاف وارتباط والسؤال ده ليه شكلين لا ليه ثلاث اشكال طب ايه بقى مبدعيا بيجي لك بالصورة البسيطة العادية المنتشرة اللي هي دي حله ازاي يا استاذ هقول لك حالا حبيبا انت رفع ديك دلوقتي ولا من الاول تمام معك يا مستر لا يعني رفع ديك طب لرفع دي نزلها ماشا اصلي جالي اشعار انك رفع ديك طيب خلي بالكوا اخوانا معاي المفردة الشازة او الاختلاف والارتباط او المفردة المخالفة بدي دي اربع كلمات وده اللي بييجي في المحاوسب والورقي اللي معاك ده بييجي محاوسب وبييجي كمان ورقي طيب اللي هقوله بعد شوية بيجي ورقي بس يعني ده محاوسب وورقي طيب ايه اللي هتقوله بعد شوية طيب منجيل وخلينا هنا الاول خلينا هنا الاول بص يا حبيبي السؤال ده اسهل من السهولة بس فيه مشكلتين المشكلة الاولى خلي بالك معاها من فضلك ايه المشكلة الاولى انه بعض المدرسين نتيجة مش المدرس اللي غلطان طبعا لا بعض المدرسين نتيجة للنقل الغلط من الولد بيكون السؤال نفسه فيه غلط يعني ايه بقى يعني السؤال نفسه فيه مشكلة من المصدر اللي ولد نيسي كلمة فبيروح حاطط اي كلمة وخلاص ييجي الاستاذ يروح جايبها وخلاص برضو وده غلط المفترض الاستاذ ايا كان اسمه ما يجيبش سؤال فيه شك عشان بيجنن العيال السؤال ده اخواننا بيجنن الطلاب اكتر سؤال بيجي لي منه مشاكل هذا السؤال ليه مش عشان هو صعب عشان هو غلط طيب يعني السؤال جاي غلط من المصدر وكان المفترض الاستاذ سين واستاذ ما يجيبوهوش الا لما يكونوا متأكدين ايوه رقم اتنين رقم اين السؤال ده مشكلته رقم اتنين انه متصل بالمنهج المدرسي استنى يا استاذ ده انت ده ضربت قذيفة ار بي جي في وجهي يعني لازم وانا في المدرسة اكون مركز مع مدرسي ومدرستي في المدرسة ايوه يا حبيب قلبي انت واعي الكلام اللي انت بتقوله ده يا استاذ ايوه يعني يا استاذ مواد الدين ومواد اللغة العربية في المدرسة ومواد الاحياء 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 انت خلاص يا استاذ اه اصلي ده اكتر حاجة بيجي فيها هي والدين اكتر حاجة بيجي يا استاذ اه السؤال ده مرتبط جدا بالمنهج المدرسي في الحاجات دي وحط معها الكيمياء وحط معها الفيزياء شوية وحط معاها عموما تريخ وجغرافيا علاقات تاريخية جغرافية أو ظوار جغرافية يعني يا أستاذ لازم أكون مركز مع الأستاذ في المدرسة أيوة أولاً عشان القدرات سهلين عشان التحصيل ثالثاً عشان درجتك في المدرسة تبقى كاملة يعني فكرة ملزمة وثلاث وراءات والكلام ده انت حر طيب يا أستاذ أتعامل إزاي مع السؤال حبيبي السؤال اللي عندك دواء كان يبدو إنه بسيط وسهل إلا إنه محتاج تفصيلة ليه؟ أنا مش بقولك الإجابة إيه أنا بقولك إزاي نجيب الإجابة هو ده دوري معاك النهاردة طيب حبيبي ذهب وفضة إيه العلاقة بينهم دول حلي حديد ونحاس دي معادن ثقيلة معروفة طيب وبعدين يا أستاذ نعمل إيه في سؤال زي كده حبيب قلبي القعدة رقم ثلاثة اللي لازم تاخد بالك منها هي قعدة إيه؟ دي أخطر قعدة في هذا السؤال إيه بقى اجمع المتشابه مع بعض أنت عملت كده فعلا أنت روح تجاي هنا عند الزهب والفضة دول حلي وجمعتهم ودول قلت لنا معادن ثقيلة وجمعتهم وبعدين ابدأ بقى اجذب واحدة من دول نحية هنا أو من دول نحية هنا إزاي يعني يا أستاذ؟ بالراحة كده؟ يلا بالراحة كمان؟ يلا حبيب قلبي ينفع أقول إن النحاس قريب من الزهب والفضة على اعتبار إنه النحاس بيدخل في صناعة الحلي ولو بنسبة ينفع تقول كده يعني روح جاي كده ويقول إن النحاس أنت تبع دول آه طب عايز أأكد إجابته يا أستاذ حبيبي معروف إن الحديد يصدق لمجرد تعرضه للهواء الطلق صح؟ حبيبي كيميا اللي هقوله ده كيميا الحديد في الجدوى للدوري موجود في مكان آه اللي هي بقى ترتيبه في الجدوى للدوري هو من الذين أمنوا ده ترتيبه في الجدوى للدوري أيها يا أستاذ عايز تقولنا فيها إيه؟ عايز أقولك إن ترتيبه في الجدوى للدوري يحطب على ساعتك إنك تكون واعي عشان كيميا وفيزياء وأحياء بس يا أستاذ تم خلاص يا أستاذ متفقين الإجابة حديد عشان الجدوى للدوري وعلشان بيدخل في صناعة الحلي وعلشان كمان آه تمام عايز أتقولي حاجة يا دكتورة هانا؟ إلا يا مستر شد طيب فضل يا قائد سرعة بس مستر الحديد والنحاس والفضة ممكن نجمعهم من إنهم بينجذبوا للمغناطيس إنما الذهب لا ينجذب للمغناطيس طيب أنت متأكد إن الفضة بتنجذب للمغناطيس؟ أيو طيب اعمل بحث ورد علي تاني ماشي؟ تمام طيب ومع ذلك إذا افترض من كلامك إذا نعم يا دكتورة ليه ما قلنا إنه الذهب عشان الذهب لونه غير عنهم؟ لا ما هو النحاس لونه أصفر يا سكر برضو خلي بالك الذهب والنحاس لونهم أصفر خلاص خلاص أنا جاوبتكم بالنحية العلمية وجاوبتكم كمان بما هو شائع ومع ذلك فالإجابة ألف بدون شك اللي بعده دي بقى لغة عربية آه أنت قلت اللغة العربية فوقها أستاذ ودي كيميا زينب ليه زينب؟ أنا أقول يا أستاذ أقول عصي دي مش زوجة النبي إنما زوجات النبي يا دي إزاي ولا فاطمة بنت النبي طيب خلاص خلاص فاطمة عشان الباقي زوجات النبي يا دي بنت من بنات النبي اسمها السيدة زينب رضوان الله عليها أوه أمال إيه؟ إرجع بقى خطوة للخلف وقول زينب ليه؟ كل الباقي اسمه مؤنس لفظي ومعنوي يعني يا أستاذ مؤنس لفظا لأن آخره تاء وهو عصب معنى مؤنس إنما زينب مؤنس معنوي فقط لأن ما فيش في اللفظ هنا التاء اللي تدل على كونه مؤنسا تم بس يا أستاذ تم ده السؤال بيجي في المحاوسب فقط طيب يا أستاذ وبعدين اللي جاي ده بقى بيجي في الورقي وجاي السنة اللي فاتت فعلا لبنت من البنات اسمها آيات البنت الحمد لله الآن طالبة في كلية الهندسة في إحدى الجامعات الحكومية طيب جالها كده أبها مدينة الغيوم أنا عايز الجملة المناسبة أكتر استنى بس يا أستاذ انت بتقول إيه؟ حبيبي دي جملة اللي هي السؤال هاتلي من ألف وبق وجيم أكتر شيء مناسب لها طيب يا الله يا أستاذ كده تيجي نستبعد يا الله نستبعد أنا هستبعد أما أقول أبها دائمة المطر أبها غيومها دائمة طيب ما هي أبها غيومها دائمة هي أبها دائمة المطر ما هي غيومها دائمة هي دائمة المطر أيوالله صادق يا أستاذ فعلا الغيوم اللي هي المطر الغيوم اللي هي المطر لا أمال إيه انت تقصد غيومها دائمة يعني صحوبها استنى يا استاذ هاطلق بطلنا الدنيا اهي طب استنى بقى كده ونرجع تاني ارجع للي هقولك عليه بقى اوعى تستبعد او تحل من غير ما تقرأ طيب ارجع يا استاذ ونقرأ مع بعض يلا هو فوق قال ان ابهى مدينة الغيوم طيب يعني دائمة المطر هو قال الغيوم طب يعني دي مش معانا طب غيومها دائمة عشان انها دائمة الغيوم ما هي دائمة الغيوم او مدينة الغيوم يعني غيومها دائمة دي صح طب غيومها كثيفة صح طب صحبها كثيرة صح الله في ملحوظة يا استاذ ايه هي غيوم ابها كثيفة يعني ابها صحبها كثيرة هي هي انت متأكد ايو والله يا استاذ طالما هي يبقى الاتنين غلط ليه لان الاتنين شبه بعض وطالما جاب لك الاتنين زي بعض يبقى الاتنين غلط قضي الامر او بس 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 خلاص يا استاذ يعني الاجابة بقى ايوة الاجابة بقى ابها غيومها دائمة يعني ابها مدينة الغيوم مدينة الغيوم يعني غيومها دائمة بس خلاص يعني بجيب المشابه ايوة اللي فوق يا استاذ خلي بالك كنت بجيب المخالف لا هنا قال لك هات المشابه تمام هنا بقى اسمو سؤال المرتبط طيب بيجي بشكل تاني بيجي بشكل اخير اهو صار الكلمة الاكثر مناسبة للسؤال يقولك الغنى مرتبط بانزل يا استاذ وإحنا معاك أكثر شيء مرتبط بالغنى redundant يا استاذ أه التجارة يا استاذ عشان التجارة بقى كده وبيكسب طب ما الصناعة برضو كده وبيكسب والله صادق يا استاذ آه الصناعة بيترتب عليه الدول الصناعية يعني غنية ودول تجارية يعني غنية أيieval صادق يا استاذ دول شبه بعض طب يعني نعمل إيه يعمل علامة استفاهام لحد ما نتأكد طب الغنى مرتبط بالراحة لا الراحة ماهاش علاقة بالغنى الراحة رحت راحت البدم بعد تعب دي مستبعدة شوية مش قوي يعني بس مستبعدة شوية طيب طب الغنى مرتبط بالرفاهية طبعا واحد غنيب بيعيش في ايه في رفاهية اه دي اقوى يا استاذ اه كمان الف وباء هيلغوا بعض ليه لانه مشابه بعض قضي الامر الذي فيه تستفتيان والحمد لله رب العالمين تمت المحاضرة والان اولا هسمعكم ثانيا هقولك على الحاجة او هقولك على الحاجة اللي انا قلتلك عليها اني لازم اقولها لك في الاف اخوانا اللي انتو خدتو النهاردة في هذا المحتوى هو محتوى مكثف جدا 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 من خلاله ساعتك تستطيع انك تخش وتحل سؤال القسم اللفظي ان شاء الله بطريقة سليمة طيب بس احنا عايزين مية عايزين مية بقى لازم ساعتك تتضرب كتير وتحل اسئلة كتير لازم 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 طيب يا استاذ هل فيه يا استاذ قواعد تاني عشان ما تكونش بس بنتخدع وانت بتخدعنا انه فيه حبيبي قواعد تاني وانا قلت انه مستحيل اعود اقولك كل شيء في ساعة احنا عملنا انجاز ان احنا خدنا اهم المهارات الاساسية اللي ساعتك بعدها تكون قادر على التعامل فعلا مع سئلة القسم اللفظي عايز فضلتك بس لا تنسني في دعائك وبس قول الله يغفر له ويسامح ويعفي وبس تمام يا اخواننا الله يزاك الخير اي ملحوظة عايز تكتبها على الشات انا اخلي الشات هفتح الشات الان لو عندك اي ملحوظة عايز تكتبها اهناك عايز تقول الله مستفدتش عايز تقول المحقول اللي انت عايزه عايز تقول المحاضرة كويسة ولكن عايز اكتب اللي انت عايزه وجزاك الله خيرا واحسن الله عليك انا يهمني انك تكتب على الشات لان يهمني رأيك جدا يا شيخ خلاص يا اخواننا نشوفكم على خير فضلي اه في سؤال حقيقة كنت قلت بأول حسنة اللي وقتع بصير اه 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 دكتورة مريم مريم هارون صح اه زكا روما طب نسمع حبيبة بس وبعد كده هجيب لي كان السؤال اللي انا قلت في اول حسنة ماشي اه والله السؤال ده مهم جدا كتير من الطلاب يعجزوا عنه قول يا دكتورة حبيبة المحاضرة المتميزة كالعادة انا استأذنك معلش احب اشكر حضرتك على المحاضرة المتميزة كالعادة الله سعيدك لو هل هيبقى فيه محاضرة قريبة نشرح العلاقات والله يا دكتورة حبيبة خلينا ندرس الموضوع وابشري اذا اتيحت الظروف من عيني ابشري مصر برضو هتكلم مع خضرتك ان انا عندي برضو بعض السئلة في العلاقات ابعتها لخضرتك على الجروب شرك ابعتيها على الجروب عايز ابعتيها على الجروب ابعتيها الجروب الرائد ابعتيها على اي جروب انت معايا فيه بس ابعتيها على الجروب ايا كان سواء جروب عايد او جروب الرائد او جروب مدارس الرقي ايا كان الجروبات اللي انتو مشتركين معايا فيها ابعتوا فيها وان شاء الله سيتم الرد على الأسئل. اذن الله. شكرا. الله يسعدكم. نعم. سؤال ممكن. اقول يا دكتورة نادا. نرجع بس للسؤال الحسن الدكتورة مريم تتبحني لأول خالص. ومعاك اقول يا نادا تفضلين. حضرتك انا دي اول مرة ادخل مع حضرتك ويعني بجد ان شاء الله شرحك جميل جدا فلو عاوزة يعني حضرتك حال حضرتك جدي محاضرات اشترك ادخل ازاي مثلا لو حضرتك دي دي محاضرات بعد كده. حبيبي الله يسعدك انا اسعد بوجودك يا دكتورة نادا تواصلي معايا وابشري هاي شكرا يا حضرتك. احصل لي البركات حبيبي خش كده على السؤال ده اخوانا لان احنا قلنا هنرجع له اه هذا السؤال ركزوا معايا هذا السؤال اهو نجم وليل بس ركزوا معايا عشان السؤال ده حتى المدرسين بيحلوه غلط حتى المدرسين بيحلوه غلط او مش بيحلوه غلط بيحلوه صح بس مش لقى صح فركزي كده وركز ونشوف مع بعض السؤال السابع نختم بيه ان شاء الله يلا اللي جابه بيرفع اليد طيب فضل يا دكتورة هند ايوه يا دكتور اللي جابه شمس نهار شمس نهار الله يفتح عليك ويرحم والدك بوركوا يعني لماذا لانه النجم بيظهر في الليل والشمس بيظهر في النهار طيب الله يفتح عليك برضو زي ما قلت هند هاني اميرا عمران اسم كبير في عالم الطب طيب هيا تفضلي هيا هيا رفع اديها ولا خش يا عبد الرحمن ايوه ايوه اتفضلي ايوه نفس الاجابة شمس نهار لانه النجم يظهر في الليل والشمس تظهر في النهار روح يا شيخ الله يسعدك دنيا واخرى فتح الله عليك سانتي مستر قول يا حجة انا عندي وجهة نظر تانية ان انت سامة صح او انا سامة لغ بطلنا الدنيا يا دعاء ولا سامة خش يا دعاء يا سامة عفو اقول الله يحفظها اقول الله يحفظها بفيش حاجة تقولي ماما كده وخلاص حوال اقولي ماما بقى تقولي معها الله يحفظها خش الله يحفظها يا رب اا النجم بيكون موجود بيظهر في الليل بس هو بيبقى موجود في النهار تمام اا والجمع نفس الموضوع بيبقى موجود برضو في الصحرة بالليل بس هو بيكون ظهر في النهار تمام الشمس ما بتبقاش موجودة دايما يعني هي بتتحرك الله يفتح عليك بس فانا أنت مبدعة أنت مبدعة ما شاء الله عليك بس اسمعي كده مرنان مرنان هتخلفك قول يا مرنان وبعدين نختم بحبيبة رطب صيف رطب صيف انت حضرتي معايا قبل كده يا مرنان صح ايه يا مستر طيب الله يسعدك ويبرك في عمرك ولو حتى ما حضرتيش او لو ما كنتش خطية انا عارف ان كنت هتجاو بيها لان انا اثق في قدراتك بس انا اسمع حبيبة عشان هتأكد كلامك او تنفيه واتقول لي لماذا قولي يا حبيبة النجم يظهر في الليل والرطب يظهر في الصيف دي علاقة زمانية بس استني استني دكتورة قدت بالك معايا يا دكتورة انت قلت جمل صحراء اجابة مش غلط ولكن جمل صحراء دي العلاقة هنا مكانية ولا علاقة زمانية مكانية مكانية انما العلاقة في نجم صيف نجم ليل ده ايه زمانية زمانية يبقى دي مش معانا ودي طبعا اصلا غلط طب شمس نهار ولا رطب صيف قولي يا دكتورة مرنان اتفضلي وبعدين حبيبة تزكي كلامك هي رطب صيف يا مستر ليه هي رطب صيف عشان هي علاقة زمانية وزي ما واحدة من البنات قالت ان شمس نهار ده انا كنت عايزك تقولي الاجابة التانية اقسم بالله مش هاحلف بالله كنت ها يعني انا مش عايزة اقول كنت ها هتديني رقم بابا اقوله لازم تعشيها النهار ولو بابا رفض كنت هاخد رقمك وعنوارك وانا اللي اجيب لك العشق طب خش يا حبيبة كده انت جاوبتي صح بس اجابة دبلوماسية انت ينفع تشتغلي في وزارة الخارجية انت دبلوماسية قولي يا حبيبة مش يا مستر النجم والشمس الشمس يا ايضا نجم يعني بس مش ظهورها مرتبط في النهار او اقول مش لنجم مش ظهوره بس مرتبط بالليل طب مش شمس نجم وبتظهر في النهار طيب عشان كده اللي جابة باق طيب انا مش عارف انت قلت اللي انا هقوله دلوقت ولا انا فهمتك غلط بس خلينا اقول وانت قوليلي ايوه انا كنت اقول كده او لا بصوا دا كاترة حبيبي النجم وقت ظهوره متى النجم وقت ظهوره متى في العادة في الليل طب لو ما في نجم في ليل ايوه طيب الرطب وقت ظهوره متى في الصيف في شهر تمانية شهر سبعة طب لو ما في رطب في صيف ولا لا في صيف طب والشمس بتظهر متى في النهار لو ما في شمس في نهار لا لا بس كده تبقى الاجابة هتكون العلاقة علاقة وقت ظهوره او علاقة تلازم في الاجابة الف دا تلازم انما في الاجابة بقى وقت ظهوره والسؤال فوق وقت ظهوره وليس تلازم وقت ظهوره اهو عشان ما تنسوهاش بس كده قول يا زعيم الاغلبية مصر دلوقتي النجم بيظهر في الليل اه بما انه بيظهر في الليل فالغالب هي بيظهر من ساعة ستة المغرب لحد ساعة ستة الفجر لحد ما انت علم فلك بقى يا زعيم الامة ما شاء الله عليك كمل والشمس بتظهر من ساعة ستة الصفح لحد ستة المغرب اللي هي هنا اتناشر ساعة وهنا اتناشر ساعة تمام انما الرطب بتظهر في الصيف بتظهر مدة ستة شهور لا فتح الله عليك لا بيش ستة شهور ولا عجماش الله يفتح عليك سيبك بقى من الاجابة الف ولا بقى والكلام ده كله انما عجبني اوي 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 تعاطيكم مع السؤال ما شاء الله عليكم انت طلعت اجمل ما فيك واجمل ما فيكي وهو التفكير انما طبعا الاجابة الادق يا دكتور بلا شك سؤال ده قديم سؤال ده اخوانا كنا ابني انا اذكر جيدا زمان زمان سنة الف ورمائة وثلاثين الف ورمائة واحد وثلاثين كان السؤال ده من ضمن الاسئلة اللي كانت بتيجي وكان عمل ضجة كبيرة وقتها انما طبعا الاجابة بقى ضج احسر الله اليكم اجمعين واسعدكم الله حقا انا سعدت جدا 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 بوجودي معاكم اخوانا المحاضرة نجحة جدا فعلا عشان انتم معايا ربنا يسعدكم ويبارك فيكم وان شاء الله الى لقاء قريب ان شاء الله يا اخوانا المحتوى هينزل على جروب اللي انتم موجودون معايا فيه الان اللي هو جروب المحاضرة المجانية هينزل عليه محاضرة مسجلة وهينزل معايا ان شاء الله كمان ربما شفت حاجات تانية باذن الله تعالى نشوفكم على خير ان شاء الله شكرا